اشتركوا في القناة والهدوم وهم تحت بيبقى مقفولة عليهم زي كابسولة فيه كمان رياضة الهاوكي تحت المياه ودي بدأت سنة 1954 فيه كمان مصارعة المعدات الزراعية وديه رياضة زي المصارعة بالزبط ولكن بتكون بين الجرارات الزراعية وبيتسابق الاشخاص اللي بيسوق الجرارات في تحطيم جرارات بعض مصارعة اصابع القدمين ومعني اسمها شرح نفسه الحقيقة مش محتاج نشرحها فيه رياضة كمان بتعتمد على ان كل واحد يشيل مراته ويجري بيها واللي يوصل اسرع من اسرع من التاني من غير ما مراته طقع منه هو اللي بيكسب مارثن الحصان ضد الانسان وفي الرياضة دي المشترك بيجري وفيه حصان بيجري وراء ملاكمة الشاترانج ورياضة دي اختراعها فنان فرنسي في كتاب فكاهي سنة 1992 وفي 2003 فنان هولندي نظم اول مسابقة حقيقية لرياضة دي بتجمع ما بين الملاكمة والشاترانج الاثنين المتسابقين بيلعبوا دور شاترانج وبعدين ينزلوا طحنف بقى ضمن الدور ونشوف مين اللي هيكسبوا عدد الجولات 11 جولة المبرزة بورق الكرتون ودي بدل ما الاثنين يتبرزوا بالسيوف كل المتسابق بيبقى ماسك سيف ورقي يسهل رياضة تسلق الجبل على عجلة واحدة وكمان سباحة التفاح ورياضة دي ما فيهاش اي مجهود بشري بتتعامل في استراليا وكل المتسابق بيختار تفاحها ويحطها على اول النهر ودي مسابقة بتتعامل كل سنة في بريطانيا بقالها سنين وبتبقى عبارة عن قرص جبنة وزنه 3 كيلو وزي قارفين طومانجاري كده قرص الجبنة بتاع طومانجاري ده فبيتم ضحركته من فوق تل الأطول مسافة ممكنة وبيقولك اللي بيشتركوا في الرياضة دي او في المسابقات دي بيقدروا بالآلاف عشان بس ما نستهيفاش عشان احنا اللي معقدين تقريبا حاجة اسمها رياضة كرة الوش في الرياضة دي بيكون في اتنين متسابقين قاعدين قدام بعض بمسافة عشرة متر بينهم وبيتم استخدام كرة وكل واحد فيها يخبط التاني في وشه بالكرة واللي يكسر اي حاجة من اخيره اي حاجة هو اللي بيبقى انتصر كرة النار ودي اخر حاجة نتكلم فيها دي رياضة مجنونة عاملة زي كرة القدم بتكون كرة مولعة وبتبقى موجودة بيعملوها الاول ازاي بينقعوها في كيروسين لمدة اسبوع تتشبع بيو قبل المطش يولعو فيها والمطش يبدأ عادي جدا زي مباراة كرة القدم اللي احنا متابعينها